هنتكلم في فقرتنا عن حب الخير للغير نبدأ بقى الشيخ أحمد علواني اللي لسه منورنا دلوقت زي كريم لشانك تبرغي قبل كتب حديثك لا يوملش بسم الله الرحمن الرحيم بحيى حضرتك الجمهور الكريم وبحيى أخوي وحبيب الشيخ أحمد الملك وأسأل الله سبحانه وتعالى نجعل هذا الوقت في ميزان حسناتنا حب الخير للغير قيمة أعلاها الإسلام وغرسها النبي صلى الله عليه وسلم في مجتمع الصحابة يعني اللي هو إحنا بننظر ونطبق بننظر نجيب الأدلة من القرآن الكريم ومن أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ونطبق إن إحنا عايزين النظر ده نطبقه في حياتنا العملية مش إن إحنا نقوله خلاص لا إحنا عايزين حياتنا العملية نطبق ده الواحد يطبق ده مع زوجته مع والده مع والدته مع ولاده مع أريبه مع جرانه مع زميله مع أصدقائه مع أي حد بيتعامل معه أنت ما تكرهش الخير لحد لا أنت فطرتك إنك تحب وتتحب فطرتك إنك ما تكرهش الخير لحد فطرتك إنك تحسن الزم فطرتك إنك ما تستكترش أي حاجة على أي حد ليه؟ لأن الذي قسم الأرزاق ووزعها هو الله سبحانه وتسعى كما قال الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز ممكن واحد فئير ممكن واحد غني ممكن واحد حالته على أده ممكن واحد شوية وشوية دي قسمة ربنا أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية وكل واحد في النهاية أدي التاني هو بس لو أنه قنع بما قسم الله ورضي بما قضى الله سبحانه وتعالى والله سيبقى غني وزي الفل لأن الغنى مش غنى فلوس أبدا ليس الغنى عن كثرة العرض إنما الغنى غنى النفس ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام والنبي قال ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس لما حب النظر من القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى يقول وأنف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم يعني ربنا سبحانه وتعالى فطر مجتمع الصحابة وأن فيه قيمة حب أن فيه حاجة أننا أنا مش هحقد على حد مش هحسن حد مش هستكتر النعمة اللي عندي فلان أبدا لا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله ده وعد ربنا سبحانه وتعالى للمجتمع اللي هو بيحب بعض ده وعد من ربنا سبحانه وتعالى للمجتمع المتآلف المتماسك المترابط المتلاحم المتراحم ده لما يبقى كلنا بنحب بعض ربنا حيكرمنا أننا عاوز أخوي أحسن منه عايز جاري أحسن منه إننا لما شوف ابن جاري ولا ابن أخويه ومبسوط أو في الدراسة كويس وبر بابو أمه أقول ما شاء الله ربنا يبارك إنما ما استكترش ده وحسده واتمنى أن النعمة تزول من عنده لا تشوف بقى النبي عليه الصلاة والسلام لما حب يطبق ده ويغلز ده في نفسه حديث جميل قوي كلنا حفظونه بس معناه عالي يقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه يعني لا يكتمل إيمان العبد إلا إذا أحب لأخي اللي بتحبه لنفسك حبه لغيرك كان الشيخ الشعراء ورحمة الله عليه الشيخ يقولك الله سبحانه وتعالى قد يعطيك ما تتمنه لغيرك أنا بس أرد بأتمنى أنت أنا الحاجة ديت الحاجة الحلوة ديت فلان ديت لو يكرم بها ليأ عليه فتلاهي ربنا سبحانه وتعالى بعد يوم بعد اثنين بعد أسبوع بعد شهر الله عز وجل يكرم بها هذا الذي تمناه لغيره ليه لأنه نفسه صفية نفسه رضية نفسه مطمئنة فخلاص أنا مشكالي الخير لحد ترجمة نانسي قنقر